كيف تنظر العلاقات المصدرية الأمريكية في خلال هذه الأعوام معها نتحدث عن ثلاثة رؤساء الديمقراطي أوباما والجمهوري ترامب والديمقراطي بايدن رغم اختلاف الأمزجة السياسية لأوباما وترامب والحالي بايدن إنما يعني المتأمل والمتابع للعلاقات نقول إنها أصبحت علاقات مؤسسية بتشارك فيها مش بس على مستوى القمة والرؤساء إنما عشرات المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية والجامعات يعني أصبحت علاقة من ناحية مؤسسية الشيء التاني رغم كل المظاهر الخارجية بتدرك الأجهزة السيادية في البلدين أهمية الطرف الآخر ممكن يحدث لأسباب سياسية شطاخات هنا وهناك في حملات انتخابية ممكن تبقى فيه وعود أو اتهامات هنا وهناك وده حصل مع بايدن وبعد كلامه اللي كان في الحملة الانتخابية ما كانش كله يدخل في باب الصداقة لمصر مع ذلك هتجد أول دولة عربية هنائد بايدن كانت جمهورية مصر العربية أول يعني أول رسالة من رئيس عربي كان الرئيس السيسي استمرت العلقات بدت وكانها جمدة إلى أن تحدث حداث غزة ويثبت لأمريكا والغيرها أن الدول المصري لا بديل عنه وأن الدبلوماسية الوحيدة والدولة الوحيدة القادرة على التواصل الفعال مع مختلف الفصائل الفلسطينية ومع الحكومة الإسرائيلية ومع العالم ككل وخلق معنى التوافق أو الكونسنسس لدرجة يعني الاتفاق إسرائيل والفلسطين قالوا هنقبل الساعة تحددها مصر فمصر حدد ساعة اثنين الفجرة أو اثنين من صباح يوم الجمعة كذا 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 ده ليه يعني التعبير مرة بلج من كان بيكلم على تركيا وقال حليف غير موثوق فيه مصر حليف موثوق فيه يعني مصر لا تعد بما لا تستطيع وإذا وعدت أوفت ومصر لا تتحدث باللسانين يعني مش هتروح الأمريكان تقول لهم حاجة تروح للروس وللصين تقول لهم حاجة وأمريكا تعلم هذا وروسيا تعلم هذا هذه الأسباب والدور الاستراتيجي المصري في موضوع غزة أعادة للعلاقات المصرية الأمريكية أنا مش عايز كلام مع عطيف أقول حرارتها ودفقها ما فيش عواطف بين الدول الدول بتتعامل على المصالحة أدركت أمريكا أن لها مصالح استراتيجية في هذه المنطقة والدور المصري ضروري لتحقيقها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر